طيب كابتن مفتي جابهلك ازاي بقى ما قالك انت اختردان خلاص وهتلعب معنا في النادي الاهلي وانا لما رحت رحت لكابتن مصطفى حسين فكان عندي مأولين وآهلي فقالوا لي لا يعني المدرب كان عايز وديه للمأولين كان فلوسه اكتر عشان هو ياخد فيه رحمة الله علي فقلت له لا انا الاهلي خلاص خلاص اخترت الاهلي فلما رحت النادي الاهلي جيت اتمرن مع الكابتن مفتي فما كانش موجود كان اجازة لا استنى استنى انا بس كده ما تبتقفز مرة واحدة كده لما قالوك اتراح النادي الاهلي وانت في اليوم ده روحت ازاي لما رفت وقلت له من ازاي في البيت ان اراح النادي الاهلي انت فكرت في ايه اول حاجة فكرت فيها هلبس جزمة ايه بكرة في الملعب لاني ما كانش عندي جزمة كورة اه فانا رايح انا كن زمان بفصل تكنت لعب بكوتشي حتى في النادي اه اه يعني مش كوتشي اللي هو اه اللي هي الجزمة اللي كانت بتتعامل عمولة عند مجاهد اه لانك انت لو اعملت لو اشتريت اللابلطة ولا اشتريت الحاجات دي لا لا ده اه ده عايزة بسرن اه والتي هي الستارز بتاعك بتعامل بالمصامير ديته بتاع وتطلع تلاقي رجليك كلها ده لا وطوروها بيعملوها بالكوتش بالكوتش اه وبعدين تقول لها مثلا انت بتجري وشايل 5 كيلو في رجلك اه طبعا فلو انت لبست جي حاجة احلى هتبقى افضل واحد طبعا فدي انا رايح نا وانت مروح كده من لما قالوا لك بعد الماتش كده انت خلاص اتضميتني لناد الاهلي ايه اللي ايه اللي ظهر في زينك او انت استقبلت الكلام ده ازاي اول حاجة حسيت اننا عشان نرجع لحكاية الجازمة تاني اه انا حسيت اننا اننا ايه يعني في حلم مسلا في حلم انا مش مش مصدق انا رايح خلاص يعني ايه ما قولينه والاهلي عايزيني الاتنين وانا بختارهم تختارت الاهلي وايه الاهلي عايخدني هشوف الايبة وانشوف الناس اللي انا بشوفهم وبشجعهم حصلت حاجة في اليوم اللي اول يوم في التدريب كان عنده كنتو تمرين يا كابتن في الملعب واحنا كنا بنتمرن في الملعب زيكم قابلينا ولا بعدين بنبقى الصبح الصبح اه يعني اول ساعة فيه الساعة السبح الساعة 12 تخلصوا على اتنين احنا بنبدأ تلاتة لربع اه فانا المفترض الكابتن مفتي قال لي هتقعد بعدين هنزلك كمان التقسيم انا لسه جاي النهاردة فهتلعب اخر ربع ساعة في التقسيمة بس قولي وشاولي وكذا انا لقيتكو طلعين سرح قعدت اتفرج عليكم وسبت طمشت قدت بتحبي من من اللعيبة عادلة اللي هي في الجيل بتاعنا اللعيبة النادي الاهلي في الجيل ده كلها تتحباك لاني كان اقل لعيب مهريا وفنيا كان من افضل الاجيال اللي جات في النادي الاهلي يعني اسكننا طبعا بنحب الكابتن خطيبة عشان كان بيمتعنا طبعا طبعا اه 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 الكابتن مصطفى عبدو مش عشان انت قاعد الكابتن صفت عملها تبقل عشان بيمتعنا باي لا يعني لا يعني لا طبعا لا انت كنت بتمتعنا كابتن ربنا يكرمنا نص جوان الجيل ده كنت اعملها لا ده فضل من ربنا بجد والله يعني طيب كابتن صفت لحظة انت زي ما قلت الجيل ده كان جيل وزيزو وكابتن زيزو جيله عمليقة لما اجي اتكلم عن كابتن صفت عبد الحليم كابتن صفت عبد الحليم لازم لازم اي حد يفتكره يفتكره يعرف ان المهارة عملت عشان الكابتن صفت لا الله يرحمك يا صفت الله يرحمك ويعسن اليك ويجعل نسواك الجنة طيب نرجع تاني بقى للجازمة هلو تولي جازمة شاير خمسة كيلو فريجليك لعبت بيها التأسيمة ازاي؟ بس ربنا قرمني اول ما روحت لعبت بيها التأسيمة فكنت تحس ان انا هي تقيلة فانا بقى واحد لي واحد صاحبي ريتش شوية يعني من انا الصيرة بس ريتش كان اسمه عامر سالم اللي كان بلعب معنا ريتش ايه اللي هو يعني اعلم اننا بربع جنيه باتنين جنيه مسلا فقال لي انا عندي جازمة هجبها لك من عند وحد مش من عنده اه عارف مقاسك بقى خلال ايه من عنده واحد صاحبه مش من عنده مهو غني اه بس يقدر يركب الاوتوبيس يروح يجيبلي الجازمة بس ده الغنى اللي هو عنده فراح جبها لي حسيت ان انا فراشة لاني انا بجري بالجازمة مش عارف اعمل اي حاجة اشوت الكرة تطلع الناحية دي بس هو بحاول ازبط لكن لما لبست دي استمتعت بقى اه وبدأت ألعب لعبت اول ماتش بعدها بيومين احتياطي ماتش الشمس الشمس لما اتدربت مع الفرقة بتاعت الناد يوم واحد اتدربت يوم يوم واحد بس وتاني يوم خفيف وبعدين كان فيه ماتش الدكتور مفتي رحمة الله عليه رحمة الله عليه قال لعم جمعة برضه من الناس العظام اللي لازم اللي لازم فكرتنا بناس جميلة الناس دي كابتن هم الاساس الكرة عندنا في الناد العالي طبعا افضل ناس كانوا بيعتبروا هم هو الجند المجهول عم جمعة سرحان عم جمعة سرحان ربانا كلنا وعم شاكر وعم شاكر عبادة عبدالله عيد كمان الموجود حاليا لا عم عبدالله عيد انا عبدالله عيد ده بالنسبة لنا شخصية جميلة بحبها لانه عشرنا وإحنا لعيبة وعشرنا وإحنا مدربين فهو اللي كان معانا على طول ادارة دعمنا زي ما هو وشخصية جميلة ويتفانى ويموت في الناد الأهلي ولو الناد الأهلي قدامه وحياته كلها تنتهي دي حقيقة اشتركوا في القناة